آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يتحدثون عن تسلط آصف على أبعاد أخرى لمادة الكون نحن لا نعرفها المادة لها أبعاد عديدة نحن نعرف مثلا البعد الصلب للمادة إنها الحالة اليابسة للمادة حالة الصلابة حالة الصلابة في المادة المادة الصلبة وهذه الحالة تنشأ من اقتراب جزيئات المادة إلى بعضها ومن قصر المسافات الجزيئية هذا هو الذي يؤدي إلى التماسك الواضح وإلى الشدة في الروابط بين جزيئات المادة في حالتها الصلبة هناك حالة السيولة المادة السائلة المسافات الجزيئية فيما بين أجزاء المادة ستكون بعيدة أكثر وأطول من المسافات بين الجزيئات في المادة الصلبة وتكون حرية الجزيئات في حركتها أكثر لا تكون منضبطة كما هو الحال في المادة الصلبة أنني أتحدث عن الأبعاد الفيزيائية والكيميائية لتكوين المادة المادة في حالتها الغازية في حالتها البخارية تكون المسافات بين الجزيئات فيها واسعة كبيرة وتكاد أن تتلاشى قوة التماسك فيما بينها إلى درجة ضعيفة جدا فهناك المادة في الحالة الصلبة على سبيل المثال عندنا قنينة قنينة ذات عنق وفتحتها صغيرة هل نستطيع أن ندخل فيها قطعة من الثلج لا نستطيع ذلك فقطعة الثلج مادة صلبة لها خواصها وقوانينها لكننا إذا استطعنا أن نحولها إلى سائل بإمكاننا أن ندخل السائل في تلك القنينة أما إذا حولناها إلى حالة بخارية إلى حالة غازية فإننا لا نستطيع أن ندخلها أو أن نحافظ عليها في تلك القنينة فالمادة في حالة الصلابة لها خواصها ونستطيع أن نتواصل معها وأن نتعامل معها وفقا لمجموعة من القوانين التي تناسبها وكذلك المادة في حالة السيولة وكذلك المادة في الحالة الغازية هناك حالة رابعة للمادة اكتشفها الإنسان متأخرا الحالة الصلبة الحالة السائلة الحالة الغازية اكتشفها الإنسان منذ زمن بعيد وبعيد جدا الحالة الرابعة التي يصطلح عليها في العلوم المعاصرة بحالة الكلازمة للمادة وهي حالة رابعة المادة تكون فيها لا هي صلبة ولا هي سائلة ولا هي غازية قد تكون غازية مشعة غازية إشعاعية البلازمة حالة للمادة تكون تطورا عن الحالة الغازية الاعتيادية التي نعرفها في حالة البلازمة تنفلت الأليكترونات من الذرات فتكون المادة في حالة متأينة يمكن أن يعبر عن حالة البلازمة بالحالة الغازية المتأينة بالحالة الغازية المشعة هي تختلف اختلافا كبيرا عن الحالة الغازية الاعتيادية هذه اكتشفت وشخصت في نهايات القرن التاسع عشر لم تكتشف منذ زمن بعيد مراد من الحديث عن هذه الحالات أن المادة لها حالات متعددة ما يسمى الآن بالنانو بتقنية النانو بالنانو تكنولوجي يمكنني أن أقول من أن التقنية هذه تقودنا إلى حالة جديدة من المادة وهي الحالة التي تفقد المادة فيها خواصها بحيث عبر تقنيات النانو عبر النانو تكنولوجي يمكننا أن نحول مادة بعد تجزئتها نانويا إلى مادة أخرى على سبيل المثال شركة سامسونج أرادت أن تتخلص من مشكلتي تكون العفن والبكتيريا في أجهزة التبريد في المكيفات في البرادات في المجمدات تتكون البكتيريا والعفن في هذه الأجهزة فأرادوا أن يطلو هذه الأجهزة بمادة الفضة مادة الفضة غالية هم لا يريدون طلاء ثلاجة واحدة هذه أعداد تصل إلى الملايين عبر السنين في صناعة أجهزة التكييف أجهزة التبريد أجهزة التجميد يحتاجون إلى كميات كبيرة من الفضة فاستعانوا بتقنية النانو تكنولوجي فأخذوا يصنعون الفضة من مواد الرخيصة يأخذون المواد الرخيصة جدا يجزئونها إلى أصغر ما يمكن أن تجزأ المادة وفي تلك الحالة في المستوى النانوي للمادة حينما تجزأ إلى مستوى النانو بالإمكان عبر الأجهزة المتطورة للنانو لتقنية النانو للنانو تكنولوجي أن يكسب هذه الأجزاء الصغيرة صفات جديدة إنهم يعطونها صفات مادة الفضة فتتكون مادة جديدة هي الفضة من تلك المادة الرخيصة وبهذه الطريقة أخذوا يقومون بطلاء أجهزة التكييف وأجهزة التبريد والتجميد لأجل تخليصها من العفن ومن الأنواع المختلفة من البكتيريا التي تتواجد وتتكاثر في مثل هذه الأجهزة تطبيقات النانو كثيرة في زماننا النانو هذه اللفظة هي في أصلها لفظة يونانية إغريقية تعني القزم الذي جمعه أقزام تعني الشيء الصغير في أصل اللغة القديمة تعني القزم والنانو هو جزء صغير جدا من المتر المتر يتألف من مئة سنتيمتر والسنتيمتر يتألف من عشرة مليمتر المليمتر يقسم إلى مليون نانو متر مليون نانو متر يعني أن المتر الواحد يساوي مليار نانو نانو متر أجزاء صغيرة جدا متناهية في الصغر تصوروا متر واحد يقسم إلى مليار نانو متر فما يقال له تقنية النانو أجهزة معينة وتكنولوجيا معينة تجزأ المواد إلى أصغر ما يمكن إلى الحد الذي تفقد المادة خاصيتها بعد ذلك يستطيعون أن يحولوها إلى فضة إلى ذهب إلى حديد بينما أصل المادة ما كان كذلك يمكنني أن أصف هذه الحالة ببعد آخر اكتشفه الإنسان حينما تفقد المادة خواصها ما يتحدث عن من نقل الأشياء بالليزر هذا موضوع طويل لا أجد وقتا للحديث عنه لكن خلاصة القول كيف تنقل الأشياء بالليزر الكلام نظري نعم نجحت تجربة في إحدى الجامعات الاسترالية قبل سنوات قليلة من أنه مستطاع أن يعدم جزء من شعاع وأوجدوه في مكان آخر في اللحظة نفسها فأعدموا جزء من شعاع وأوجدوه على بعد متر واحد حقيقة هذا الموضوع هم يقربونها من أن الأشياء هي عبارة عن معادلات وعلاقات فإننا نقوم بتفكيك المعادلات والعلاقات هنا ونستطيع أن ننقلها كنقل المعلومات يقولون أن الأشياء هي عبارة عن معلومات بإمكاننا أن ننقل هذه المعلومات عبر أجهزة نقل عملاقة عبر كمبيوترات عملاقة هذه التجربة شاع في الأوساط العلمية من أنها نجحت على مستوى شعاع ليس أكثر القضية في بداية الطريق يمكننا أن نقول إذا صح هذا الكلام من أن المادة كما يقولون هي عبارة عن معلومات تصاغ بصيغ معادلات وعلاقات يمكن أن يكون هذا بعدا من أبعاد المادة الإنسان إلى هذه اللحظة لم يدرك أبعاد المادة بكل تفاصيلها إذا رجعنا إلى أحاديث أهل البيت وهم يحدثون نا عن الطريقة التي نقل بها آصف عرشة بالقيس أقرأ عليكم من الكافي من الجزء الأول وهذه طبعة دار الأسوة طهران إيران صفحة 257 عنوان الباب باب ما أعطي الأئمة من اسم الله الأعظم نذهب إلى فاصل وبعد الفاصل أعود إليكم صفحة 257 إنه عن حديث الثالث بسنده بسند الكلين عن أبي الحسني صاحب العسكر يعني إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه قد يعبر عنه بهذا التعبير عن أبي الحسني صاحب العسكر إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه أذهب إلى موطن الحاجة من حديثه الشريف إمامنا يقول كان عند آصف حرف فتكلم به فانخرقت له الأرض انخرقت لآصف فقط وليس لكل الكون وليس لكل الناس فانخرقت التعبير دقيق فانخرقت له الأرض فيما بينه هو بين آصف وبين سبأ وهو جالس في مجلس سليمان فتناول عرش بالقيس حتى صيره إلى سليمان ثم انبسطت الأرض في أقل من طرفة عين في سرعة هي أسرع من سرعة الضوء في أقل من طرفة عين أقرأ الكلام مرة أخرى هذا الكلام كلام دقيق ليس هناك من طي للأرض وليس هناك من قطع للفايط وليس هناك وليس هناك كما قال القائلون على اختلاف مشاربهم كان عند آصف حرف فتكلم به فانخرقت له الأرض انخرق الأرض هذا بعد في المادة مثل ما يسير عيسى على الماء عيسى يسير على الماء للماء انجمت وصار صلبا الماء بقي على حاله حتى أثناء سير عيسى ولا عيسى لما عبر النهر كان قد تبلل بالماء كيف حدث هذا لأن عيسى تواصل مع بعد من أبعاد المادة التي يستطيع أن يسير على الماء من دون أن يصبح الماء جامدا ومن دون أن يتبلل عيسى عملية تواصل فيما بين عيسى لأن عيسى أيضا عنده من حروف الإسم الأعظم عنده حرفان بحسب أحاديث أهل البيت الرواية الرواية بين يدي وهي الرواية الثانية إمامنا الصادق يقول إن عيسى بن مريم أعطي حرفين كان يعمل بهما وكل هذه الحروف ليست في المستوى الأعظم انتبهوا إلى التعبير عن الإسم الأعظم وباسمك الأعظم 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 الأعز الأجل الأكرم هناك الكثير من المراتب هذه من المراتب ليست الأعظم من المراتب العظيمة هناك مراتب عظيمة هناك مراتب أعظم وهناك المراتب الأعظم المراتب الأعظم لا يستطيع أحد من الأنبياء أن يدور في فلكها حتى يكون قادرا على امتلاك حرف منها اللهم إني أسألك في دعاء البهاء في دعاء السحر اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظمها أعظم العظمة هم وشؤونهم اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظمها وكل عظمتك عظيمة الحديث هنا ليس عن ذات الله فذات الله ليس فيها مراتب المراتب هي في خلق الله فأعظم المراتب هم لأننا إذا قلنا أن الذات الإلهية فيها مراتب هناك عظيم وأعظم صارت مركبة وهذا هو الشرك بعينه اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظمها وكل عظمتك عظيمة اللهم إني أسألك بعظمتك كلها هناك المراتب العظيمة وهناك المراتب التي هي أعظم من العظيمة وهناك المراتب الأعظم ما عند الأنبياء من حروف الإسم الأعظم هي من تجلياته في المرتبة العظيمة أعود إلى ما قاله إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه كان عند آصف حرف فتكلم به فانخرقت له الأرض ما هي بعملية طي هذا انخراق في الماد فانخرقت له الأرض فيما بينه وبين سبع مثل ما يسير عيسى على الماء هو لا يتبلل بالماء والماء لا ينجمد وإذا سار غيره فإنه سيقع في الماء لماذا لأن عيسى يتواصل مع بعد في المادة هذا البعد الآخرون لا يتواصلون معه ليس عندهم من جهاز تواصل مع هذا البعد بالضبط مادة صلبة لا نستطيع أن ندخلها في القنينة لا نملك نارا لإذابتها هناك شخص يملك نارا لإذابتها لتحويلها إلى ما بإمكانه أن يدخلها أن يدخل المادة السائلة في تلك القنينة بينما حينما كانت مادة صلبة كانت ثلجا لا نستطيع أن ندخلها ليس عندنا من وسيلة للتواصل مع البعد الثاني للمادة وهو البعد السائل هناك بعد في المادة يتواصل معه عيسى لذلك يسير عيسى على الماء الذين يسيرون على الماء يتواصلون مع هذا البعد إنما جئت بعيسى مثالا القضية ليست منحصرة بعيسى المسيح عيسى المسيح جئت به مثالا فآصف هنا كما يقول إمامنا الهادي فانخرقت له الأرض فيما بينه هو الجالسون في المجلس لم تنخرق الأرض عنده هو انخرقت عنده هو عنده تواصل مع بعد من أبعاد المادة هذا البعد الذي يستطيع أن يسحب المواد أن يسحب بعضها من البعض الآخر بحيث يستطيع أن يسحب عرش بالقيس عبر كل هذه الأبعاد وعبر كل هذه الحواجز وعبر كل هذه المواد حينما انخرقت مادة الأرض فانخرقت له الأرض فيما بينه وبين سبب فتناول عرش بالقيس حتى صيره إلى سليمان ثم انبسطت الأرض بالنسبة له عادت المادة إلى طبيعتها إلى حالتها الأولى بعد أن تسلط عليها في ذلك البعد الذي انخرقت فيه الأرض ثم انبسطت الأرض في أقل من طرفة عين لم يشعر أحد بذلك لم يشعر أحد من الجالسين في المجلس بذلك قطعا سليمان يشعر بهذا سليمان صاحب ولاية تكوينية وكانت أعلى رتبة من ولاية آصف فآصف وصيه إلا أنه أراد أن يظهر قدرة وصيه أن يظهر قدرة وصيه للجالسين في مجلسه ولبلقيس القادمة كان عند آصف حرف فتكلم به فانخرقت له الأرض فيما بينه وبين سبأ فتناول عرش بالقيس حتى صيره إلى سليمان ثم انبسطت له الأرض في أقل من طرفة عين وهذا بحسب أحاديث أهل البيت لا يعد بشيء إذا أردنا القياسة مع ولايته لا يعد بشيء هو شيء عظيم إذا أردنا أن نقيسه بولايتنا التكوينية بولاية عفريت الجن الذي عرض خدماته على سليمان النبي مثل ما تحدثنا سورة النمل قال عفريت من الجن أنا آتيك به إلى آخر ما قال في زيارات أهل البيت في أدعيتهم هناك إشارات خاطفة تشير إلى مستويات ولايتهم التكوينية قطعا بحسب المتلقي القضية لم تكن مذكورة في القرآن فقط في الروايات في الأحاديث في الأدعية في الزيارات على سبيل المثال هذا مفاتيح الجنان ماذا نقرأ في الزيارة الرجبية وهي زيارة جامعة ووردتنا من الناحية المقدسة أيام السفير الثالث الحسين بن روح رضوان الله تعالى عليه هكذا نقرأ في الزيارة الرجبية الجامعة وهي زيارة مجزة مختصرة أنا سائلكم الزائر يخاطبهم صلوات الله عليه عند زيارته للمشاهد الشريفة أنا سائلكم وآملكم فيما إليكم التفويض وعليكم التعويض فبكم يجبر المهيض المهيض المكسور الكسير فبكم يجبر المهيض ويشفى المريض وما تزداد الأرحام وما تغيط المهيض قد يكون مهيضا بنحو مادي وقد يكون مهيضا بنحو معنوي إنها الحالات النفسية من الهموم والغموم بسبب ما يجري حول الإنسان وحتى المرض كذلك فبكم يجبر المهيض ويشفى المريض وما تزداد الأرحام وما تغيط هذه أمثلة النماذج للمجريات الكونية التي هي من شؤون تطبيقات ولايتهم التكوينية العامة أنا سائلكم وآملكم فيما إليكم التفويض وعليكم التعويض فبكم يجبر المهيض ويشفى المريض وما تزداد الأرحام وما تغيط وأما الزيارة الجامعة الكبيرة فهذه العبارة تختصر المطلب وذل كل شيء لكم صلوات الله عليكم وذل كل شيء لكم هذه المضامين وذل كل شيء لكم هذا عنوان كلي أما هنا فهذه عناوين جزئية فبكم يجبر المهيض ويشفى المريض وما تزداد الأرحام وما تغيط التعبير الأعمق والأدق والذي يشتمل على مضمون الولاية الكونية والولاية التكوينية ما جاء في دعاء شهر رجل المروي عن إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه وأنا أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان لا فرق بينك وبينها الدعاء هكذا يبدأ اللهم إني أسألك بمعاني جميع ما يدعوك به ولاة أمرك المأمونون على سرك ويستمر الدعاء لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك هم عباد وخلق خلقهم أن جعل الولاية التكوينية جزءا من ذواتهم مثل ما جعل الولاية التكوينية لي بحسب جزءا من ذاتي القضية ما هي بقضية دعاء ولا بقضية صلاة ركعتين ولا بقضية كرامة تمنح وقد تسلب الإمام مثل ما هو إمام مثل ما هو الحجة بن الحسن هو ولي له الولاية الكونية والولاية التكوينية وهذا المضمون هو هو في الآية الأخيرة من سورة الرعد ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب آصف عنده حرف واحد وعلي وعلي عنده كل الحروف هل هناك من وجه للمقايسة الولاية التكوينية لأحصف نحن لا ندرك أسرارها فهل نستطيع أن ندرك أسرار ولاية علي صلوات الله وسلامه عليه القرآن القرآن تحدث عن هذا المضمون في مستويات هي أعمق من هذا المستوى لكنني لا أملك وقتا كي أقرأ عليكم كل شيء سأضرب لكم مثالا ما كان في نية أن أشير إلي فإنني أرى الوقت يجري سريعا إذا ذهبت بكم إلى سورة الكهف وإلى الآية الرابعة والأربعين بعد البسملة هذه الآية وأمثالها تتحدث عن معنى أعمق وأدق عن ولاية علي الكونية والتكوينية هناك الولاية لله الحق هناك نهاية المطاف في الحقيقة أين؟ هنا هناك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبة بحسب تفسيرهم الذي بايعنا عليه في بيعة الغدير الولاية هنا ولاية علي هكذا فسروا الآية صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وهذا التفسير موجود في الكهف الشريف في الجزء الأول وفي سائر كتبنا الحديثية لا أجل وقتا لإخراجي واستخراجي هذه الروايات هناك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبة الولاية على إطلاق معانيها في كل مراتبها إنها الولاية الكونية والتكوينية وما وراء ذلك هناك الولاية لله الحق والحق في كل الكتاب الكريم عنوان لعلي صلوات الله وسلامه عليه من هنا جاء الوصف بالحق جاء الوصف لله بالحق وصفات الله وأسماء الله هم كما يقول صادقهم ورواية هنا أيضا لا مشال عندي لاستخراجها في كتاب التوحيد الإمام يقول نحن الأسماء الحسنى أي والله يا صادق العترة أنتم الأسماء الحسنى ومن غيركم هؤلاء مراجع النجف يلحدون في هذه الأسماء مثل ما نقرأ في سورة الأعراف في الآية الثمانين بعد المائة بعد البسملة ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها الإمام الصادق يقول نحن الأسماء الحسنى وذروا الذين يلحدون في أسمائه هؤلاء بالضبط مراجع الشيعة في تفاسيرهم فإنهم يفسرون الأسماء الحسنى بهذه الألفاظ العلي العظيم الغفور الرحيم هذه الأسماء الحسنى ولكنها في عالم الألفاظ الأسماء الحسنى في عالم الحقيقة محمد وآل محمد وذروا الذين يلحدون في أسمائه يخرجون حقيقة الأسماء عن معناها الحقيقي ويحصرونها في هذه الألفاظ كما يفعل النواصب النواصب يقولون من أن أسماء الله الحسنى هي هذه الألفاظ مراجع النجف كذلك يقولون ويصدرون الفتاوى ويكتبون التفاسير في هذا الاتجاه الناصبي القذر الألفاظ هي أسماء حسنى لا شك في ذلك لكنها بحدود عالم الألفاظ أما الأسماء الحسنى الحقيقية هي محمد وآل محمد ولذا إمامنا الصادق يقول نحن الأسماء الحسنى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه الإلحاد في ثقافة القرآن وحديث العترة ما هو الإلحاد في الله إنه الإلحاد بمحمد وآل محمد تتبعوا القرآن فإن الإلحاد في شؤون محمد وآل محمد هذا هو الإلحاد هذا المصطلح القرآني في ثقافة العترة أنا لا أريد أن أخوض في كل صغيرة وكبيرة مع أنني تناولت هذه المطالب بشكل واسع متسع في برامجي السابقة التي تنتشر على الشبكة العنكبوتية الذي جاء في سورة الكهف هناك الولاية لمن؟ لله الحق الحق صفة لله اسم لله إنهم هم محمد وآل محمد ولذا الآية فسرت بولاية علي فإنها النهاية التي هي ما وراء الأشياء هناك هناك ما وراء الأشياء ما وراء التكوين هناك الولاية لله الحق إنها ولاية علي وآل علي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين نذهب إلى فصل ترجمة نانسي قنقر